إشادات دولية بالجهود التي تبذلها الدولة في ملف تنمية سيناء وهو ما ظهر جلياً في وسائل الإعلام الدولية وتقارير المنظمات الدولية الجهود التكاملية للدول على صعيد التنمية في شبه جزيرة سيناء كانت محط اهتمام وإشادات دولية من خلال تقارير نشرتها المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية ففي تقرير لها أكدت الأمم المتحدة زيادة الاستثمارات العامة بالبنية التحتية لسيناء إلى جانب مشروعات النقل والإسكان مما دعم من استقرار سيناء وتنميتها وانخفاض الحوادث الإرهابية بها أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيساف والتابعة للمنظمة الدولية أشرت إلى توسيع الدولة نطاق دعمها في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة في مدارس سيناء وذلك من خلال تحفيز مشروعات البنية التحتية للمياه والمساعدة في الحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم لخلق بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب بدورها أعلنت موسوعة جنس للأرقام القياسية تسجيل محطة بحر البقر في شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم حيث تقدم مصدراً هاماً لمياه الري وحلاً فعالاً لدعم الزراعة في سيناء أما موقع المونيتور الأمريكي فأكد أن الحكومة تقدم حوافز كبيرة في إطار هطة وطنية شاملة لدعم تنمية واستقرار سيناء والتي تنفق عليها المليارات للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية فضلاً عن قيام الحكومة ببناء مشروعات عديدة بمحافظة جنوب سيناء لإدارة المياه وحماية المحافظة من أخطار السيول استم إنشاء سدود وبحيرات صنعية وخزانات ووفق لتقرير لمجلة إيكونومست البريطانية فإن مصر تعمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية بوسطه وشمال شبه جزيرة سيناء مما أدى إلى بذل جهود عدة للاستفادة من المياه المعالجة مشيرة إلى تعاون الحكومة بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الري وتعظيم الاستفادة من استخدامات المياه وتحسين المحاصيل الزراعية وفي تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال البريطانية للاستثمارات والدراسات الاقتصادية أشدت المجموعة بتشهيد عدد من الأنفاق الجديدة مما ساعد على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من المحافظات وتأكيداً على أهمية مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة أوضحت مجالة إنجينيرينج نيوز ريكورد الأمريكية المتخصصة في التحليلات والبيانات في صناعة البناء والتشهيد أن الدولة لطالما خططت لتنمية أراضي شبه جزيرة سيناء ومواجهة التهديدات الخاصة بنضرة المياه فقامت ببناء محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي خلال سنة واحدة فقط وهي واحدة من أكبر المحطات بالعالم رؤيتنا دولية إيجابية في ملف تنمية سيناء على مدار السنوات الأخيرة إذ حظيت سيناء باهتمام بالغ من الدولة فحرست على تنميتها بمشروعات مختلفة لتصبح مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل